السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات الكورس. تقدمنا بشكل كويس جدا 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 في الكورس. وجدت المرحلة اللي ان شاء الله هنبدأ فيها اه 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 او الري بروجيكت. يعني بروجيكت الحقيقي اللي هيكون بتاع الكورس بتاعنا. وزي ما اتكلمنا البروجيكت هيكون اه اي كوميرس. زي جميع سوق وامازون والدنيا دي. طيب. الخطوات اللي هنعملها دلوقتي انت هتعملها في كل بروجيكت. قاعدة اتسية كده تحطها في دماغك. خطوات اللي احنا هنعملها دلوقتي دي دي هتتعمل في كل بروجيكت. عزك تحفظها كده وتفهمها وتجيبكوا ببيت شايك وتركز. انا جاني عميل عايز يعمل اي كوميرس بروجيكت زي جوميا وامازون. حاجة كده يبيع عليها منتجات. في اللحزة دي انا بقعد مع العميل. وباخد منه الداتا. اللي هعمل بها الداتا بيز. وباخد منه شكل الموقع هو عايزه شكله ايه? وبيبقى قدامي خيار من اتنين. اما ان انا اشتريه جاهز من اي موقع موجود على الانترنت. او ان انا اكلم دي زينر. طيب انا افضل ايه? انا شخصيا بفضل ان انا اشتريه اونلاين. ليه? دي زين هات وودي بقى واختلافات وعدل دي وبتاع. وفي الغالب بياخد وقت لحد ما يطلع بتاعي. اما المواقع. لأ المواقع انت بتتفرج على اكتر من اه وانت بتختار. طيب ايه افضل مواقع? انا شخصيا بتعامل معه الزيم فورست. اللي هو ده. ده الزيم آآ فورست. زي ما انت شايفه اسمه زين فورست دوت نت. لو دخلت على المواقع ده وكتبت اختارت اله تي ام ال. لان شغلنا هيكون يعني تمبلتات خاصة باله تي ام ال. وقلت له اي كوميرس اي كوميرس اتش تي ام ال وعملت له سيرش. شوف كامل التمبلت اللي موجود. كل دي جاهزة. طيب ايه التمبلت اللي هنشتغل عليها باش مواندس التمبلت ده. انا قريد اشتريته ليكو. وهنبدأ نعمل بي البروجيك بتاعنا. ده التمبلت. زي ما انت شايف بيديني اكتر منهم اقدر اشتغل آآ عليها زي ما انت شايف. فانا اشتريته وهنشتغل عليه. التمبلت ده هيكون بالشكل ده بتاعنا. فيه عند فوق. فيه موضوع يعني مع بعض الصور. وينزل تحت لو الحاجات اللي هي اعلى مبيعا. طبعا الساعات دي ممكن تتقلب هدوم عادي. زي ما انت عايز يعني. اه هنا صورة يعني خاص من سبعين في المية. وبعدين بيقول لك اه دي للنهاردة. تيه الخصومات اللي بيعمل على بعض المنتجات لمدة يوم او اتنين. وده الفوتر بتاعه. طيب فانا قريد اشتريت ده. طيب خلاص انا اعدت مع العميل وحددت اللي هشتغل عليه وقريت للعميل قال لي تمام كامل. اشتريه. طيب انا اشتريت ورايحة دماغه. بعدت عن المصممين وقرافهم. طيب خلصت خلصت. ايه الخطوة اللي بعدها? خلاص انا اخترت ده واشتريته. انا اريد اشتريته قلتلكو. وهو. بيديهولي بالشكل ده. هنا بيديني بتاعته. وهنا بيديني ملفات الاتش تيميل. شوف كام هوم. عندك سبعتاشر هوم. اختار منها اللي انت عايزه. طيب خلاص. ايه الخطوة اللي بعدها مش مهندس? اروح على الفيديو والاستيديو. تسمي كده باسم الله. طيب وبعدين هنختار الشغل بتاعنا. اس بي. دوت نت. كور امبتي. لو البروجيكت بيكون فاضي. احنا هنبنيه. وهقول له. وهندي له اسم مسلا. او اي اسم يعجبك على حسب العميل هو يختار الاسم. وبعدين هحفظه على الديسكتوب. طبعا انت بتحفظوش على الديسكتوب. الفضل تحفظه على دي او ال اي. وهقول له اوكي. وبعدين هنا بيديني انت فريمورك ستة. هيستخدمه. اقول له كريت. كانت شرحنا طبعا. وهيبدأ يكرت معي بتاعي. هستنى شوية لحد ما يكريته. طيب هو كده كريت البروجيكت. هقفل الصفحة دي عادي. شغل المعتاد بتاعنا اللي مش هيتغير. اللي بدأنا بيه هننهيبه. هروح على وهقول له على اسم البروجيكت. واد نيو فولدر. هنسمي ايه يا جماعة? تلاتة دابليو 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 روت. هنا اعمل له ديليت. هنا اعمل له من تاني. هروح على اسم البروجيكت وعاية تكليك. اد نيو فولدر. دابليو 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 روت. ده هنحط فيه ملفات الاتج تيم ميل. بعدين اسم البروجيكت. رايت كليك. اد فولدر. الفولدر ده هيكون خاص بالكونترولرز. والسي كابيتل. وبداخله هضيف اد كنترولرز. هنضيف كنترولر. اد. هنسيبها بنفس الاسم طبعا. اللي هي الهوم. كده انا اضفت الكونترولر. تمام جدا. على اسم البروجيكت. رايت كليك. اد. نيو فولدر. هيكون ليه الفيوز. وبداخله طبعا هنضيف فولدر باسم الكونترولر. هوم. نفس الاسم. وبداخله هنضيف اول فيو. اد. فيو. هاختري التاني واد. وحد ديها الاسم بتاعنا او الحرف كابيتل. تمام هو اضافها معايا. هروح على الفيو. تمام? مش على البروجيكت. على الفيو. خلاص انا اضافت الفيو. انه هو. على فولدر الفيو. اد. هاد ايه بقى? فولدر. وهقول له انت خاص بالشيرد او الحرف كابيتل. عشان نحط فيه ملفات الشيرد اللي هايزين هتسمع في البروجيكت كله. وبداخل فولدر الشيرد اد. نيو ايتم. وهنضيف ريزر لي اوت. الشغلة طبعا اتكلمنا فيه قبل كده. خلاص اضافت الريزر لي اوت. دي اللي هيكون فيها طبعا الملفات الاتش تيم ال اللي هي هتسمع في كل البروجيكت زي الهيدر والفوتر. وبعدين هارجع على الفيو واد. نيو ايتم. وحضيف. اد. وبكده انا ناقصني فولدر واحد. طبعا الشغل الشيرد يا جماعة بناكد تاني داخل الفيو. الشيرد داخل الفيو. ما تروحش تعمله على البروجيكت. آآ الفيو ستارت من داخل الفيو. من الفيو نفسها. لكن الريزر لي اوت من داخل الشيرد. هروح على اسم البروجيكت رايت كليك اد. نيو فولدر. وحضيف عشان نحط فيه الكلاسات بتاعتنا. موديلز. وبكده انا جاهز. البروجيكت بتاعي بنيته هو. حلو. ايه اللي ناقص? هروح على البروجيكت. في عندي جملتين عايزين نضيفهم. الجملة الاولى اهي. كلمنا فيها طبعا قبل كده وشرحناها. وهنا هو. هنضيف اب دوت يوز. عشان ملفات الجاواسكريبت والسي اس اس والاشتين ميل يقراها. وعايزين كمان الروت بتاعه هنضيف الكلام ده. كلام ده طبعا اتشارح. كله. وبكده البروجيكت تحول من كونسول الى ان في سي. كده انا جاهز علشان اركن بتاعي. تمام. احنا قلنا اشترينا اهو. هدخل عليه كده. هيكون جاي مضغوط كده. هضغط عليه. هيفكه لي كده داخل. هنا بتدين اللي هو لو انت عايز تعرف حاجة عن بشرحه لك. وفي كل الصفحات اللي احنا هنستخدمها داخل. تمام. اول حاجة عاملها اخد اي فولدر زي في بعض التمبلت بيجيب لك الحاجات دي خارجية وكده هو هنا هحصلهم في فولدر واحد بس. فاي فولدر داخل هعمل له كده وحرجع على البروجيكت على السليوشن والدابلو دابلو روت واعمل لها بس كده بس كده. يبقى احنا داخل فولدر الاتش تيم اخد اي فولدر. مليش ضعب الصفحات دي. صفحات الويب دي مليش ضعب بيها. خالص ما اخدهاش. لكن اي فولدر هاخده. سواء كان فولدر واحد او اتنين او تلاتة او مية. تمام? وبعدين ارجع على البروجيكت بتاعي. والدابلو دابلو روت. وافتحه. رايت كليك. اوبن فولدر انزا فايل. وحطه بيست. حلو حلو. خطوة تانية. اروح بقى اختار انا اشتغل على اي صفحة. طيب هي عمتا صفحة الهوم اهيه. هنا مديني كام هوم? سبعتاشر هوم. تمام? وفي اندكس. دي انت بحهم برضو على فكرة. هو يعني الاغلب بيكون الصفحات اسمها اندكس. تمام? طيب هو طبعا هنا بيديهولو من غير صور. طيب انا هشتغل على ايه? انا شخصيا هشتغل على رقم ستاشر. زي ما انت شايف. طبعا زي ما انت شايف التنبلت جاي من غير صور. اه لان هو الصور بتاعته هو. احنا اللي هنركب طبعا. يعني ما هتلزم لاش لان اوكي انا هعمله هيبرمج الموقع بتاعي فاكيد هيكون صور العميل بتاعي. صور المنتجات بتاعته. مخزن بتاعه. السطور بتاعه. الدنيا بتاعته هو بقى. فالبتالي السطور ما لهاش اي تلاتين لازمة. زي ما انت شايف اهو. ده التنبلت. فيه هنا صورة مش واضحة. تشغلش بالك. مش هتفرق معنا في التركيب. ده التنبلت بتاعي. طيب انا عايز اركب التنبلت ده. او اي تنبلت. تنبلت ده او اي تنبلت. الخطوات اللي انا هعملها دي هتخليك تركب اي تنبلت بسهولة. هتفتح التنبلت كده. منين هنفتحه? نقفل ده كله. هروح عليه كده. ده الفولدر بتاع التنبلت. هختار اي هوم عايز اشتغل عليها او اي اندكس. ممكن يجي لك هنا اندكس مش هوم. وهضغط عليها كده. حلو? هيفتح كده. حلو جدا. في اي مكان. وبعدين سورس. هيفتح معي بالشكل ده. هتشوف كمية كود مهولة ولا تحط في دماغك. كنترول ايه? سلكت كله كابي. وترجع على البروجكت. هروح فين في البروجكت بقى? هروح على البيو والشيرد. وادخل على اللي اوت. اللي هي والشير اللي فيها كده. قلنا هي المكان اللي انا عايز اشير فيه الصفحات بتاعت اللي انا هستخدمها فين? في الموقع كله. عايزها تظهر في الموقع كله وفي كل الصفحات. طيب. اول حاجة الهد. انا عايز يظهر في كل الصفحات. ندخل على الباطل. هنا بيقول لي ايه بقى? من وبعدين طوب هيدر. طوب هيدر. ايه طوب هيدر ده? اللي هو ده يا جماعة. اللي هو فوق ده. انا عايز يظهر في كل الصفحات. ما ينفعش يظهر هنا بس. بحيث ان في كل الصفحات يقدر يعمل صين اني. يعمل يغير اللغة. يغير العملة. يشوف رقم يعني يبقى ظاهر في كل ايه الصفحات. طيب. وبعدين اقرأ كده كده. يعني انت وماشي يقرأ. تمام. يبقى انا عايز التوب هيدر ده. وبعدين هيد برضو عايزه. نافيجيشن. نافيجيشن برضو عايزها. طيب النافيجيشن اللي هي دي يا جماعة. اي حاجة بتخرج كده. زي كده. دي نافيجيشن. تمام? طيب. هنا هيرو بانر هيرو بانر ستارت. هيرو بانر ستارت اللي هو ده. تعود نافيك كده تقرأ. ده الهيرو. من هنا. ده طبعا انا مش عايز يظهر في كل الصفحات. انا عايز اللي فوق بس يظهر في كل الصفحات. طب انا عايز يظهر في كل الصفحات. خليه. خليه. تمام? خليه. مش مشكلة. يعني لو انت عايز الهيرو ده يظهر في كل الصفحات. اتس اوكي. هنرجع كده. نخليه. هيرو بانر ستارت اهو. ده اوله. تمام? وهيرو بانر ايند. دي ميزة التمبلت المدفوع. تمام? وبعدين وامحدد لك كل حاجة. دي قيمة التمبلت الجاهز اللي انت شاريه مدفوع. مش المجان اللي موجود عن انت. ما نصحكش بيلي انه يكون بيت فيروس. اللي هي دي. هلو الكلام? كلام جميل. طيب. هنخلي الهيرو ولا هنشيله? لأ خليه. خلاص انت عايز تخليه براحتك. انت عايز تخليه براحتك. هنا في الميدل تمام? تاجراب ستارت. والجول جود ديلز. اللي هي الديلز اللي هنا الفوتر. بص تشوف فوتر دي في اي تمبلت تضغط كده. تعزل. الفوتر هنعايز يزهر معي في كل الصفحات. طيب. انا التمبلت مش ظاهر معي. وغالبا ما بيحصلش. بس انا اعتبر ان هو مش ظاهر معي كده. هعمل ايه? هروح عليه كده. عايز احدد الهضر. هاجي مسلا الحتة دي. انا عايز الحتة يزهر معي في كل الصفحات. رايت كليك فيو بيت سورس. سوري. رايت كليك. انسبكت. انسبكت هنا بيجيلك كود كله. تفضل ماشي كده بالماوس. شايف? بص. هنا هدر. تمام? هنا البروداك لست. البروداك لست غالبا هتكون اللي فوق دي. للحاجات دي. اه تعلم كده عليه. وتنزل تشوفه هو معلم فيه. ده اللي بحدد لك المكان اللي انت فيه داخل اه بتاعك. تمام? هنا خلاص. هنا احنا قلنا هناخده معنا التوب هدر. بننزل دي بس كده. عشان يزهر معنا كله. ده الفوتر. زي ما انت شايف. تعلم انما سنعايز اعرف الاول تريندك دي فين? بص اهي. بداية اهي. بداية اهي. هنا البروداك لست اللي هي فوق. نقول انها نخليها مثلا. اه عايز اعرف الصورة دي مكانها فين? يعني لو انت توت داخل البروجيك بتاعك او داخل التمبلت بتاعك. تمام يا معلم? تمام جدا. يبقى انا ارتضيت. هخلي. فين اخرنا? فوق هنا. اهي رو بانر انت. وبعدين البروداك لست هنخليها برضو. تريندد برودكت اتش تي. تعالوا كده نشوف. الهوم ده البيتش. احنا عايزينه كده ما يزهرش معنا في كل الصفحات. تمام? يبقى احنا كده الهيرو بانر انت. هعمل كده اهو. يبقى انا هخلي ده كله من فوق كده. ده وده وده. يظهر معاي في كل الصفحات. من عند الاور تريندنج? لا مش عايز يظهر. هنزل تحت انا عايز الفوتر يظهر معاي في كل الصفحات. تمام? تمام جدا. عزلت ده من ده. عملت كده كام او كام انتر كتير. ونزلت تحت لحد الفوتر. فين الفوتر? فوتر. فوتر اهو. فوتر كامل احنا عزلنا اهو. حلوة الكلام. تمام? ما بين الفوتر وما بين الهد هعمل كده اهو. هجيب ده كله. كده اهو. اهي. كل ده بقى هعمل ايه بقى? هاخده كت. ما انا مش عايز يظهر معاي في كل الصفحات. انا عايز بس اللي فوق ده الهيدر. والهيرو اه بانر اللي هو ده. يعني ده بس اللي يظهر معاي. يعني الفوتر. تمام? وعايز يظهر معاي في كل الصفحات الحتة اللي فوق دي مع البانر ده. تمام? الحاجات دي الباضي دي هي هتتغير من صفحة لصفحة. طيب اللي انا اخدته كت هروح فين? هروح على الاندكس الاساسية. هشيل اللي فيها كده هو. وكنترول في. بس بس كده. وبعدين ارجع الخطوات دي هتعملها في كل تركيب تيمبلت. طيب. هارجع ليه الشيرت. الحتة الفاضية اللي انا سبتها دي ما بين الهيدر والفوتر. هاخد وحرف الاتنين عشان يديني العلامة الاد واقول له رندر. واقف البقصين دول. وبعدين بوست يا سيدي. انا دلوقتي جبت الملفات والسي اس اس حطيتهم في ال دابلي و دابلي روت. تمام? تمام جدا. افتح كل الملفات. اي حاجة قبلها في موجود اسيتس هضغط شفته حرف ازاي لشان يديني العلامة دي. وسلاش. عشان يقرأ من الفولدر ده. لو ما عملتش كده مش هيقرأ معي من الفولدر ده. كابي? وهنزل. كده الهيدر مفهوش. تمام جدا. هنزل بقى. ليه? الفوتر. هلاقي حاجات كتير في الفوتر. احي. اي ملف اسيتس. بص. بيست. اي ملف اسيتس. بيست. 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 تمام? طيب. اراجع. مفيش اي ملفات اسيتس. كده خلاص. كده خلاص انا جاهز. ركبت التمبلت بتاعه وزبط. طيب. اتأكد التمبلت تركب ازاي? صارت يا معنم للبروجيكت بتاعك. وتشوف التمبلت شغال معاك ولا لا. فاتح معي اهو. بس التمبلت تركب. طيب. عايز اتأكد من التمبلت انه ركب صحيح. بص. اي كده تتأكد انها شغالك. تمام? تمام? الصور واضحة بحجمها الطبيعي. السيرش واضح. تروح عليه كده اهو وتشوف الليستة بتاعته بتفتح ولا لا. ده تتأكد كده. حلو. اي صورة معاك لما تروح عليها كده بيظهر حاجات كده. قلبه بتاعه سلة. تلاكد انها بتظهر في كل الصور. تمام? حتى هنا بتظهر في الصورة المخفية. آآ الصورة دي تمام? 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 ممتاز. ممتاز. الفوتر ركب. كده انت ركبت التمبلت بتاعك. الطريقة دي هتتباحها في اي تمبلت انت هتركبه. تمام يا رجالة? محاضرة اللي جاية ان شاء الله. هنبدأ نضيف عشان نبدأ نكمل بتاعنا وانطلعه للنور ان شاء الله. وكون حاجة جميلة واوتبوت جميل للكورس بتاعنا. شوفكم ان شاء الله المحاضرة اللي جاية.